بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفيظه الله وفخامة يونسوكيول رئيس جمهورية كوريا الصديقة فرص تنمية تعاون وتطويره في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الوطن اليوم فخامة الرئيس الكوري الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات والتي تعد زيارة الأولى له منذ توليه مهامه الرئاسية أبحث سمو وفخامة الرئيس الكوري مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين ضمن خططهما المستقبلية